أنا آسف على الزيار اللي مش مترتب لها دي والوقت المتأخر اللي زرتك فيه بس عاوز عاو دا دارتش معك شوية دلوقتي عندك مانا ولا الوقت متأخر وعندك ضيوف ونعمل لكو زعاك لا أنا لوحدي بس اعتقد يعني ما هيش حاجة لطيفة نحنا نتكلم فوقت زي دا متكبرش الحكاية هاو كده الحكاية أبسط من كده بكتير قوي احنا هنوعني دارتش معه واحد وشو أكتر بتي في البيت بالواحدة؟ لا عايشة مع ماما بس هي اللي ما يندل في عمره بس لها ما بدخنش واضح انك ما بدخنش سليم فينا يا فارينا وانا شرف بص يا نزا فارينا ياريت تحط نفسك مكاني تفكر زي ما أفكر شو في خيالك ممكن يوصلت لحق فين؟ سليم ممكن يبقى فين؟ لا حط نفسي مكانك ولا تحط نفسك مكاني ومتحيق لي بقى ده شغلك؟ وانت قادر بيه؟ انا مش فاهم انت متعصبة ليه؟ مع ان الحكاية كلها كان مجرد سؤال سؤال ملحوشة أي معنى اكيد انا معرفش سليم فيك ما حصلش قلتلك بلاش عصبية انا متوتر مع عصبية كده استعلي نحكم العقل سليم في الظروف اللي هو فيها دي اكيد هتصل بأقرب الناس لي مامته واخته هم أقرب الناس لي طبعا بس هو عارف كويس قوي ان مامته واخته مترقبين يبقى مين أقرب لسليم منك؟ من الواضح ان حضرتك ما تعرفش ان انا وسليم كنا مخطوبين زمان واختبتنا تفسقت يعني مفيش أي حاجة تربطنا ببعض دلوقتي بقى أمرك انك كنت معرفة النهاب بقى أمرت انك من يوم الحكاية دي لحد دلوقتي بتوديهم بتروحي وتيجي على البيت سلمة صاحبتي وتنتناديم ربياني من واحدين صغيرين فطبيعي جدا ان انا اقف جنبهم في مشكلة كبيرة زي دي عندك عم لكن انت سبتوا بعض اللي صلاح بيه انا سمحت لحضرتك تدخل بيتي في وقت غريب زي ده وعمالة من الصبح اجاوبك على اسئلة ملهاش اي معنى بالنسبالي اظن لحد كده بقى كفاية قوي ولو حضرتك كنت حاطت سليم في دماغك فانت حر لكن لحد حياتي الشخصية فمتهيق لي ان دي من الحقي انا لوحدي ولا اعتبر نفسي في تحقيق نعم مين اعلم تحقيق؟ احنا متفقين انها درداشة ما اعتقدش ان انا وحضرتك صحاب وحتى لو لدى المكان ولا الوقت المناسب لحاجة زي دي وانا باعتذرلك للمرة التانية بس لازم تعرفي ان اللي بيعملوا سليم ده هيدوفهم اكتر ما ينفعهم اوعدك لو انتصر بي هبقى بلغوا الكلام ده مع ان المتأكدة ان سليم مش هيكلم في حاجة تانية؟ اشوف البيت بس ده مش قانوني على فكرة في حاجة كتير قانونية انا ممكن اعملها بس للأسف هاتي لزيكي انا بعمل در مصلحتك الاطلا 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 وبعدين يعني ما كنتش عارف ان حضرتك ناوي تشرفلي النهاردة وتضيع من وقت ساعة وانا ما بسدق اوافر دقتين انام فيه الاطلا الشاعر بيقول الاطلا متهيق لي كده ما بقاش فاضل حاجة تانية يا صلاح بيه ده صحيح بس انا قلتلك من الاول ان احنا كنا بنتطمن على سلامتك بس مش اكتر واتطمنت؟ اه الحمد لله واسف ان ايه صهرتك زياد عن الاسم ممكن بس اسأل حضرتك سؤال قبل ما تمشي اه هتفضل هو انت ليه مش شاكك ولا واحد في المية ان سليم ممكن يكون بريء ليه مستسلم لفكرة انه هو الشيطان وخلاص مش يمكن تكون غلطان ما ظنش ليه؟ ما بتغلطش ابدا؟ ولا ما تعودش انك توقف وتفكر انه غلطان؟ انا ظابط ما باحث وسليم مجرم وهربان والشغلتي ان انا اقبط عليه بس حتى لو شايف انه ممكن يكون مظلوم الشغلتي كانت مظلوم وش مظلوم دي شغلانة النهابة والمحكمة اللي هما نفسهم شايفين انه مش مظلوم بس سليم بريء فعلا ده من وجهة نظرك بدفع شخصي وحتى لو بريء طب ما يسلم نفسه المحكمة تقرر برقته لكن لكن طول ما هو هربان انا حافظ الوراء اللي عد ما عبوض عليه ورميه بنفسه في السجن ما اسف مني ازعاكتك وصهرتك زيادها الميزون يوم يوم صباح على خير اتمنى أهلا بالعكس يا وليد طريقة كلامها معايا شكاكتني فيها أكتر يا ابني فهمني مش معنى ان بلتوش عندها انه مش هيروح لها في اي وقت تاني او يتصل بيها او تتصل بيها او تكون عارفة مكانه طريقة كلامها معايا عن سليم ما بتقولش انهما كانوا مخطوبين وهيتجوزوا وجوزت فركشت لا انا متأكد انه هيلجاء لها لان مكانش هيلجاء لها فعلا عشان كده عايزكم من بكرة شددوا المرابع على البيت وعليها وعلى تليفونها 24 ساعة انا متأكد ان فريدة دي هي اول الخيط اللي حيوصلنا اسمي الانصالي اولي طب وبعدين اسلم بايه انا كل ما افتكر ان صلاح التوخي ده كان قريب من انا خطوتين ركب تخبط في بعديها بس يا عم انت فيه ما بتفصلش اسقط بقى شوية الحمدلله يا جماعة كويس ان هو عملها وجيه واخلصنا منه كده هيبتدي يدور عليك بعيد عن هنا بتقيق لك صلاح التوخي مش هشيل عينه من عليك هيفضل كل شوية نبطلك هنا عشكا لازم نفكها نروح فين انت كده حياتك هتعرض للخطر ايه يا سيمين اللي انت بتقوله ده انت مالك انا اشتكتلك انا موافق يا سيدي حتى لو موافق انا مش موافق الموم دلوقتي خلينا ننام على اللي نحن ضامنين ومش يجي فاني النهاردة يلا قدام يا بيه والله ما يجي لنا نوب يسلم ليه يلا يا اهيام خلصي وبطلي لكاعة عايزين نوصل للمستشفى بدل من الثلاثة عزها كل مرة خلاص يا اخوي اهو حاضر خلصنا اوه حبيب قلبه مطمى يا سيم فتر تواليس فتر خلصت الفتر كله كله حلو قوي يلا بقى نلعب اللعبة بتاعتنا عشان نعرف ورين العضلات بتاعتك يلا يلا اه اوعى تكسبني زي كل مرة هتكسبني تمريني كده بسي انت بقى دلابوك زي كل مرة ها اوعى تقولي ان انا مش قد اللعبة ها هضني بابا هضني حبيب قلبه بابا ربنا شريك يا سيني وزيح عليك وما يسوقين فيك قدر يا كريم يلا بينا يلا يا بطر هب 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 يلا بينا على فكرة بريم انا مش شكك فيك زي ما انت بتقول ولا انا شايفك بنقدم وحش وانا احسن منك بكتير بالعكس انا من ساعة معرفتك مش شفتش منك حاجة وحشة ترجل جدعة ومضيف وغليبا كده تطلع مظلوم والله يا بي وعزي الجلال اللي هو مسلوم انا ولاد الحرام لبسون التهمة وعملوا فيها زي ما عملوا معك بالزبط وانا مصدقك بس انت كمان لازم تفهم انا فين انا تلعب عليها لعبة كبيرة وانا ظابط وفي عزي سيطارتي ايش حال دلوقتي وانا هربان تفتكي ان انا هصدق حد بالعكس انا منكر اشك في نفسي حد انت اللي بتقول الكلام ده يا سلم بيه عشان مش عايزك تزعل مني احنا بنا عاملين زي الاتنين اللي بيخدموا مع بعض في الجيش شلت عني وشلت عنا كتير وشوية وان شاء الله هتمشي وتسبني مش عايزك تمشي زعلان ولا صعبان عليك نفسك والله يا بي اذا كان على موضوع الزعل ده شلش هم يعني مفيش زعل ولا حاجة موضوع المشي ده بقى انا اسمه نصيب يا بيه يعني انا احنا في قدر وانا هرب من قدر هنلاقي قدر تاني مستنين بس انا يعني كان صعبان علي منك اني نبقى عايشين اكلين شربين مع بعض بساعدتك نخوني يا عم انا مش مخونك بعد انت لسه معرفتينش كويس بس عايز اقولك بقى ان انا اكتر واحد في العالم واكتر زابط ممكن يسمع من المتهم ويمشي ورا كلمه طب انا احكي لك على حكايي زمان ونظابة صغير في واحد اتمسك كان اسم حودة سيطرة انا حودة سيطرة ساعدت مش فاكرني من خمس سنين ساعدتك وقفت معايا وجنبي وساعدتين فاكر المشكلة اللي او 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 زاجة محمود احذكرت بتاعها هو ساعدتك اي حد من طرفك او ساعدتك انا فاقدار ايوا بيه كان في واحد اتمسك اسم حودة سيطرة يعني ما يتبقى على كده ولا ايلا حصل حودة بيه بسم الله الرحمن مضحش ولا الهوى يعني ايه دي اول مرة ما انت عرفاه بيرجع مجلسة معدون زي ما يكونوا اخد علقة موت ان شاء الله هيقوم وهيبه زي الفل صغير يا حبيبي اوه على اللي بيجراله ده هو اصلا ما فيهوش حاجة عشان نستحمل العلقة دي كل يقوم الحمد لله ربنا هو الطبينا وبيه احمد ربنا ان احنا معانا فلوس نقدر نعالجه ناس تاني عندها نفس الحالة وما عاش اقولك يا حيام خش انت ارتاحي انت محدودة طول النهار لا رحيت ايه انا احضر الغده بلا غدا بلا عاشا بقولك اسمع الكلام خش انت ارتاحي وانما الوقت حمزي ارجع من مدرسة وانا شوية وهنزل ع الوارشة خش ارتاحي هو كويس ما تسمع الكلام بقى حاجة وتفعله المئة الف جنيه عشان نسد بوقه ونشوف الدنيا ماشي ازاي بعد كده ماشي انا شتى هرمي هوملو مع انهم حر ونار في جدة اهل بس انا ليه شرط لا يتكلم معايا ولا يقوب نحيتي خالص انا اليومين دول مش ناقش شوبها والله الحاج عنده حق يا متر انا بقول انت تروح تاخد الفلوس ما عند الحاج من المكتب وتخلي الوقت زيناتي يجيلك هو ياخد منك الفلوس اهو كده نبقى بعيد عن العيون عن الحتة كلها عين العقل بس يا جماعنا كنت عاوز اخد رأيكو كده في موضوع يخص الزابط دول ايه انا عمل ايه بس امتر تب تسدى وتأمنوا بالله ان انا ساعات بيت هالي ان الراجل ده هيطلع لي في الحلم بالهين انا مش فهم حاج انت مدي الودة ليه اكبر من حاجمه كده لا 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 يا حماد بيه الحاج رصفي عنده حق احنا صحيح حطينا الزابط في خانة اليك لكن الاحتياط واجب برضه يا جماع اهو قوله انا بقول عشان ما نسيبش الموضوع كده احنا لازم نعمل حركة نشد بيها ودن الدخلية عشان ما يولسوش مع الولد دوت حركتي دي انا زغط انا هقدم بلاغ للنائب العام اتاهم فيه الدخلية بالتواطق في تهريب الولد دوت والتهاون في حرصته يا سلام دلوقتي اقتنعت ان هم اللي هربوه حاج برضو لا 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 يا رجل تمشي السائل كده دلوقتي يا سيافة النائب هو كل اتهام لازم نصدقه انا نفسي مش مصدق انما سلو بلدنا نص الطهم اللي موجودة فيها محدش بيصدقها طيب طالما انت شايف بقى ان الدخلية مش هم اللي هربوه يبقى لازمتها ايه الدوشة دي كلها عسما الله عليك قلت ايه دوشة الدوشة دي بقى عشان الدخلية تركز قوي وتدور عليه وتجيبه ما تسبش الموضوع كده للزمن والنسيان انا معايا كميتر في الموضوع اللي انت بتقوله ده بس احنا برضو هانتاهمه من الموثبت ايه احنا ايه اللي قدنا بالموضوع اصلا انت ملكش دعوة انت و هو انا اللي هقدم البلاغ دوت بصفتي المحامي بتاع ام زياد الولد اللي دمه راح في الارض شهيد المنطقة صحيح هو البلاغ هيفطلع على فاشوش لكن يعني يا الهيار اللي ما بيصبش هيدوش ادخل ده بقى الزحج خير يا سيد فيه ايه في واحد واقف برا مش عاوز يمشي غلى بقى بالحضار ايه عايز ايه ده ديول فعلي بخصوص السامر تامر يوه اوه اوه و انت يا بنت ما عندكش دم ليه انت مش شايفة المصاب اللي انا فيها عايز انا اعمل لك ايه يعني امشي على الحطة او عامل فالة سبايدر من ده ايه البرود ده و بعدين هو انا يعني رم رمتي و ده وقت غيرها احمره مرة الشيخة بس بقى بلا يا وحشك بلا بتاع بقى والنعمة قفلتيني طب لعلمك بقى انا عرف وسط كل المقسيات اللي انا فيها دي ما كنتش بتغيبي عن زهن سنتين على بعض وهو النعمة ايه ده لا قولي واحد اتقومك لانت ايه طب يديني نافذة طيب ايه 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 اه 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 انت مقرية عوالتي برده كانت اللي في التماغي في عنادية طب لما تيجي بقى لازم تحكيلي الحوار ده بتفصيل التفصيل ده انا عمعي اصطفة سن السمام ادوائك حاجة خطر طب هلا ما تتأخريش عشان انتي وحشاني جدا جدا وفوقت جدا بشوك جدا طيب مستنيك ايه ده خلاص بقى بنت الرغاجة ماشي لما تيجي يلا سلاة لعم الزعلان والله ما زعلان لما تيجي عتشوفي بنفسك ماشي سلاة يا بيت الفقرية ياه نفسو انا عايز الحرف والنعم موسيقى 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 استنى بس يا حاج لما نفهم ايه الحكاية بص يا حاج الموضوع ده ولا علاقة بالثورجية ولا بالسياسة الموضوع باختصار الزبط ده زي ما ظلم زيادة لارحم وعزبه قتله وظلم كمان انت مار ابن حضرتك كما حاول لبسه التهمة وظلمك انت كمان يا رئيسة ما حاول ياخد منك رشوة واللي يا جماعة طبعا يا ابني عندك حق كلنا ضحايا لظلم سليم الأنصاري بس بأشكال مختلفة عشان كده بقى احنا محتاجين نحط ايدنا في ايدين بعض عشان نجيب سليم ونحاسبه على فعله ولا انتوا عجبكم الحكومة عملتوا ايوة طب والحكومة عملت ايه لان انا مش فاه هو انتوا مش عافين ان الدخلاي هلا هربته ولا ايه يا راجل اه طبعا ام الله هو يهرب ازاي يعني طب المفروض انا اعمل ايه بقى اشتكي الحكومة طب فرضا ان اقتناحت ان نشتكي الحكومة اشتكيها المين لربنا ونعمة بالله حاجة مولناش حاجة بس احنا كمان نقدر نشتكيل الناس اه طبعا نشتكيل الناس نوعي الناس نعرف الناس نفضحوا نضغط عليهم لحد ما يجيبوا سليم ويحاسبوا على فعلتهم عشان يكونوا العبرة لايه الزاب تفكر ايه مكاة تاني والله يا ابني يعيني العقل عشان كده انا مش ألقان على مصر ابدا انتوا ما فيها شباب زي الفل زي بتعطيني اسمك ايه اسمي رامي درويش الله يناور عليك وعليك يا رئيس انت كمان حارتك ليه بدور كبير مش برضو سيادتك عضو في البرلمان ولا ايه والله احنا بنعمل ربنا بيقدرنا عليه يعني متفقين متفقين علي ايه بصي حاجة محمد بي هيتحرك في البرلمان تمام بسرس ناشقات زي ما هو في الجزء القانوني تمام واحنا من نحياتنا عم ننحمل كبيرة جدا في الجرائد ومواقع السوشيال ميديا فاسبكوا الكلام ده حاج يعني عشان واعي الناس منفهمهم يضغطوا على الحكومة ومش بعيد لما الناس تفهم يطالبوا باعدامه ايوه طب انا وطامر ابني احلاقتنا هي بالموضوع ده احنا اللي لنا في الاعلام ولا في السوشيال ميديا ولا في النت ولا في الكلام اللي انت بتقوله بالزابطة حاجة بس الاصل الحكاية كلها بالأمل عندك يعني كل معنواة موجودة عند حضرتك وعند تامر لو انفع ناخد الكلام ده المشروع على صانكم للناس هيحصل مام المصدقية وهتضمنوا معانا خص ان انا حاولت اعمل الكلام ده مع امامة زياد ويرفض التتكلم لانها خايفة طبعا خايفة ازاي ام زياد محدش يقدر يقرب منها انا المحامي بتاعها والحاجة لطفي فيما قام اخوها الكبير واحنا الاثنين هنتفهم معها علشان تتعاون معك ده غير ان بقى الحاجة لطفي وابنه هيتعاونوا معكم كمان الظلم واقع علينا كلنا ايوه احنا ايد واحدا وشعب واحد يعني اتفقنا؟ الله اللي تشوفوه لا طبعا مش موافقة يعني ايوه مش موافقة فريدة في ايه بس؟ ايه هو اللي في ايه؟ ازاي عايزني بقى متطمنة انك تروح تستخبع عند واحد علاقتك بيها دوب سطحية اضمن منين بقى انه هو مش هيبلغ عنك وبعدين انا مش عارفة يعني انت عايز تمشي من هنا ليه ما صراحك ايوه ميشي خلاص صراح مش هيبطل يدور علي هنا بعدين ده في خطر كبير عليك وعلي تقوم رايح لخطر اكبر منه؟ يا ست اسمعيني حود سيطرة مش خطر انا مش فاهم انت متطمن له ازاي؟ ده كان مجرم يا سليم انا مش متطمن له ولا حاجة بس انا معنديش حل تاني لازم راح استخبه في مكان ما يجيش على بال صلاح هو انت عايز تجننني؟ يا ست مش عايز اجننك ولا حاجة انا عايزك بس تتفهمين انا ليه جميل كبير قوي عنده حود سيطرة وبعدين حود سيطرة كان مجرم واه بس بقى كويس ما تلاقيش لا انا خايفة عليك قوي متخفيش كلها عد ان شاء الله طب ابراهيم ناوي تعمل فيه ايه؟ هيعمل فيه ايه يعني يا انيسة فريدة انا رجلي على رجله انا وافق عشان خطرك انت بس يا متر لو كان عليها الحرام من ديني ما هنزل على المليون جن ما الليه ما احمر مشي خد المئة الف جنيدي دلوقتي مشي نفسك بيها روح نفسك كده ودردع نفسك وبعدين حنروح من بعض فينا يا راجل احنا في مركب واحدة ايوه الله ينور عليك احنا في مركب واحدة يريد بقى اتفاهم الحج لوت في الكلام ده واتفاهموا ان المركب لو غير قد هتغرق بنا كلنا واولنا هو بقولك يا زناتي بجيبي الفيديو اللي معاك دوت واجيبلك المليون جنيه حدة واحدة وانشيلي الصيف من الشتاء وبرضو الراجل متحدد من ناحيتين ناحية من الزبط للهربان وناحية التانية من الفيديو اللي معاك انسى يا متر الفيديو هافضل معاك لحد ما موت وفلوسي هاخدها يعني هاخدها امين يا ابا امين انا برضو مصر ان انت مكبر الموضوع وشايف ان هنا اعمل مكان ليك يا فريديو بطالي زن بقى ولازم افتح لكو البلكونة واريكو كامل مخبوري الوقف بره المخبورين وقفين بره وتشفتهم ازاي ولازم اشوفهم قالوا مكان صلاحة اعمل كده طب واحنا هنخرج ازاي والمخبورين ده الوقفي هنخرج اهدوا بقى اكيد عشان لك هنخرج ازاي امين ذكرت بتحوده سيطرة فيه عنوان الورشة بتاعته وكمان رقم تليفونه ومتهل نواسكن جنب الورشة جبتش راح التليفونات اللي بتلك عليها؟ اه دول تلات خطوط غير بعض كل شوية كده بدل ما بينه هتلاقيهم بيكلموك علشان ياخدوا بيانتك يحطوها على السيستم يما هيقفلوا الخط ماشي انت هتكلموا على طول دلوقتي هاشا كده مش تصبف شوية لما نشوف لنا صرفة في المخبورين اللي واقفين بره دول جراب ريين انا نظر الشرطة يابدي مش مباد محورة انا عارف انا بعمل ايه طب يعني لو ما اخذ يعني هنخرج من هنا ازاي هم واقفين بره اسكتوا بس بسمعوا كده تعرف انا بعمل ايه طب سعدتك يعني ملي ايدك من حودة سيطرة ده لا انا بتتمن بس يا راشد انا ما ملي ايدك خلص ما فيه يا حودة انا سليم الانصاري والله فهندي بسعب بحس ان احنا مشين غلط وسليم مشين اصلا زبانه في اسكندرية في الصعيد وعب يضحك علينا وسيدنا مفحوتين هنا سليم هنا في القاهرة وقرايب من هنا اوي كمان ولعبة القط والفردي لازم تخلص بقا هنا فيهن بس يا باشا احنا على ابنى الدنيا هنا ملوش عصر ده لا يامنا عنه هنا لانا ما كانش قدامه فرصة لانه بيروح لأي حتة بعيد وسليم بطبع وشكاك واحنا تحركاتنا هتوتروا وانا مش عاوز اكتر من كده طب واخرة التوتر ده ايه يا فانت هيقرر يظهر او يتحرك احنا في اللحظة دي مفروض نكون نفتحين هناك كويس اوي وجهزين اوي تفاهم حاضر لا لا طبعا زي ما التفاهم حاضر هاستنى من معليك تليفون بوكرا مع السلامة مع الفي سلامة باشا مع السلامة حودة حودة او هام مالك يا اخويا مساهم كده ليه اقولك هام انا عايزك في كلمتين مهمين خير يا اخويا كفال للشر اخويا والله يا بي انا خايف من السيطرة بتاعك ده لا يسلم نقولك يا عم برايم انت احنا لسه في اولها لو خايف امشي الواحدة كشوفها تروح فين روح فين يا بي خلاص احنا بي نقدر واحد هنرسنوكم انا بشنا يا سليم انا خايفة عليك قوي خايفة مني بس متخفيش بعدين احصل اي او حشم اللي احنا فيها ما خلص اللي حصل حصل لا فيه اوحش ممكن يتقبض عليك وممكن حد بعد الشر يحاولي يأذيك بيدا انت خايفة عليك بجد هو انت عندك شك انت مخايفة لي ما لو حصل لحاجة ده خلاصي مني وما اعرفي تصدق ان انت غلط غلطة عارف يا سليم انا مش عايزك تمشي ليه علشان طول ما انت بعيدة عني هبقى خايفة عليك لكن وانت جنبي هبقى متطمنة لاني واسقة ومتأكدة ان ما فيش حد في الدنيا دي كلها ممكن يخاف عليك ولا يحميك قدي هتفضل طول عمرك تعمليناك الناحيل سواء ايوه علشان من الزمان وانا بحيث ان انا امك التانية اللي لازم تخلي بالها عليك وتحميك حتى من نفسك وحيتي عندك يا سليم اوهيدني اوهيدني انت تخلي بالك من نفسك حاضر وبطل الجراءة بقى والجنان بتاعك اللي انت بتعود عليه ده حاضر وتكلمني يا اول باول على طول تطمن عليك ما تتأخرش علي يا ستة حاضر ممكن بقى نقولك حاجة انا عمري مندمت في حيتي على حاجة قد مندمت ان احلس ابنا بعض يالوا لفيت الدنيا كلها مش لقي واحدة سايك وايه كمان بس كده ايه اللي بس كده دي ايه انا عندي كلام كتير عايز اقوله لك بس انشاف الظروف اللي اعنا فيها امك لو كنا في ظروف تانية كنت ممكن اقدر اقوله لك ان شاء الله هتخرج منها بخير وسعيدها مش هديك فرصة متقولش اللي انت عايز تقوله هتقوله غزبا عنك انا بفيش حد يقدر غلينا عمل حك غزبا عني غيرك بس انت سبتني زمان يا سليم برضو انت اللي خلتني اسيبقي غزبا عني برضو انت اللي خليتني اسيبقي غزبا عني بس خلص انا عمره بس بك والاحبايد عم نمتني يا فتا ياه ملكش حق يا حوضة كل السلين دي مخب علي كل السلين دي مفاهمني انك كنت مسافر برا وعملت حد سهي اللي خرشميتك وبهدلك جسمك البهدلة دي انت دناية كنت محبوس وعملين يضربوا فيك لغاية ما طلّوا عنيك وبهدلوك كنتش عايزة شليلك هم فوق همك هام كفاء عليك مشاكل العيال وبلويهم وصيب ناشتم في الراجل يومات يا حوضة ولولا كان بيتنا اتخرب وتبهدلنا اخر بهدلة ملكش حق نخص عليك عرفت بقى انا كنت بقى افش عليك ليه لما كنت بتجيب سيرته بل ايه اللي بيقولوا عنه في التلفزيون ده كلام كلام هم بتوقع التلفزيون وراهم ميغر الكلام قاعدين 24 ساعة بيتكلموا وبيتحقوا على الناس والناس الغلابة هي اللي بتصدقهم بس عشان كده انا كنت بحاول افاهمك وانتموخ اكتخين بس ده ظابط ايه اللي يخليهم يعملوا فيه كده هو ده اللي مدنني يعني انت مصدق صحيح يا حود انه مزمون؟ انا مصدق سليم بي من قبل عد ما يكلمني سليم بي زمان صدقني لما كل الناس كتبتني يبقى انا لازم اصدقوا لما كل الناس تكدبوا ايه يا اخويا انا بس اصدقوا بس ايه الاسبتات اللي مسكنها عليك اني اسبتات ويا سليم بي لما صدقني زمان كان في اسبتات انا كربت دعم الظلم يا زمان وحاسس ببررته وحاسس بالنار اللي فيها سليم بيه عشان كده ما ينفعش اقلمها مش يمكن ربنا عمل كل ده عشان اردله الجميل اللي هو عمله معي بزمان خير مالك فريدة كلمت اخت سليم واتفقوا ان هم يروحوا المقابر هي وامه عند معبر طبو عبر طبو طبو الكلام ده يحصل امت كمان ساعتين اه يبقى سليم عاوز يشوف امه واخته وفريدة هي الوسيد طب ده كويس اوي جاهز نفسك بسرعة علشان نبقى في شرف استقباله اشتركوا في القناة